بعد ما حدثت ماذا للشركة والبراند الذي يريدك تشتري العدسات منها يجا وقت ننتبه للخاصية الثانية المهمة بالعدسات الوهي اللي بنسميها بالعامية زومتها العدسة أو بلغة عالم التصوير الكاميرات الاحترافية البعد البوري بالانجليزي فوكل لينث البعد البوري للعدسة هو رقم يكون مكتوب على العدسة زي هاي مثلا 28300 ملي متر أم أم هذا الرقم يعطيك انها هي العدسة كم تعمل زوم كل ما قل الرقم كل ما أعطتك زاوية واسعة لكن عدسة 300 بتقرب الأشياء الكثير بعيدة بتعطيني زاوية ضيقة جدا للتصوير بناء على هذا الرقم في عنا ثلاثة أقسام للعدسات حسب بعدها البوري القسم الأول اللي هو العدسات الواسعة بالانجليزي العدسات الواسعة اللي هي بعدها البوري من 18 ملي متر ل 35 ملي متر هاي العدسات هدفها تصوير الحفلات الإفنتات اللي فيها أعداد كبيرة من الناس صور الجماعية تصوير الطبيعة للاندسكيرب طبعا أو آخر شيء للفلوغينج فمثلا بدك تمسك الكاميرا انت تصور حالك تحتاج لوايد لينز حتى تقدر تصوير الفلوغ براحتك أما بالنسبة للقسم الثاني فهو العدسات العادية لستاندرد لينزيز وهي عدسات بعدها البوري من 35 ملي ل 70 ملي متر وهي عدسات استخدامها لجميع نواع التصوير عامة صراحة يعني ما في شيء محدد إلها بتقدر تستخدمها للمنتجات للطعام للبورتري ما في لها استخدام جدا محدد تعطيك تقريبا بعد بوري مماثل لعين الإنسان مع أنه عيوننا بتشوفه شكل أوسع لكن الأبعاد طريبة اللي بتشوفه عين الإنسان خصوصا عند الخمسين ملي متر وآخر قسم ألا وهو العدسات المقربة بالإنجليزي من سميها وهي عدسات بعدها البوري من 70 ملي متر ل 400 ملي متر وهي عدسات نستخدمها لتصوير الأشياء الكثير بعيدة إذا بدنا نصور بحفلة أو المغني بدنا هو موجود على المسرح وبدنا نجيبه كثير بعيد عنه إذا بدنا نصور الحياة البرية خصوصا بدنا نكون بعيدين على الحيوانات أي إشي فيه مسافة كثير بعيدة بدك يتقربه هذا أولا وثانيا صراحا نستخدمها لتصوير البورتري لأنه بتسمح لنا نبعد عن الموديل لما نصوره مسافة معينة بتطلع أبعاد وجهه بشكل طبيعي أكثر رح نشرح عن هاي الخاصية بعدين طبعا هاي الثلاث أقسام العدسات بتلاقيها مع معظم المصورين لكن في قسمين زيادة حالاتهم شوي أكستريم زيادة لهم مثلا العدسات الواسعة جدا أو بطلقوا عليها مصطلح ثاني لعدسة عين السمكة فش آي لنس هاي عدسة جدا جدا واسعة بعدها البوري بيكون من ثمانية لاثنى عشر ملي متر حرفيا بتلاقي القزازة زيادة بتاع العدسة محدة بطالع من مكانه بتقدر تشوفه بعينك هاي العدسات جدا جدا واسعة بتصور زاوية مئة وثمانين درجة شي يعني مئة وثمانين درجة؟ يعني إذا انت ماسك الكاميرا أقصى يمينها وأقصى يسارها وفوق وتحت كله بيكون طالع بالصورة لكن هاي بتطلع لك الصورة على شكل دائرة وبتعمل تشوهات بالصورة بتخليها جدا محدبة أو مقاعرة استخدامها بسيط جدا اللي هو مثلا تصوير البنايات أو المناظر الطبيعية اللي جدا ضخمة واسعة فانتبدك طلع المنظر كامل بهاي العدسة والقسم الثاني اللي هو سوبر تليفوتو لنس اللي هو عدسات بيكون بعدها البوري من 400 ملي متر لحد 1200 ملي متر هاي موجودة بالكنون طبعا هاي عدسة بدها هندسة خروفية حتى تعطيك صورة بيجودة عالية جدا طيب يليو إيش تنصحني أجيب بعد بوري لشغلي صراحة كمصور يفضل يكون عندك على الأقل وائد لينس نورمال لينس وتليفوتو لينس ففي عدسات بتجبع بينهم الثلاثة مثلا زي الكنون 28300 هاي 28 ملي وبتسحب للخمسين للنورمال بعدين للتليفوتو للثلاثمية لكن عدسة كثير دقيلة وغير هيك مكلفة جدا يعني كلفتني مستعمل أنا لقيتها بسعر لك طب 700 دينار لكن هي جديد بتوصل 1800 دينار لألفين دينار طيب يليو أنا ما معيشت في هذا المبلغ كله خليك أنت مثلا عكامرة الكنون رح يجمعها عدسة 1855 هاي بداية ممتازة بعدها تجيب عدسة الزوم اللي هي 75300 مشان يكون عندك تليفوتو إذا بدك تصور أشياء كثير بعيدة للحفلات وممكن تجيب عدسة الخمسين كعدسة ستاندرد لكوليتي تايتم ممتازة وفيها خصائص ثانية رح نحكي عنها بعدين أو إذا بدك تستثمر بعدسة بتزبط لكل شيء للفيديو للزوم للبعيد للوايد تليفوتو اللي هي الكنون 2415 هي بتشبه هاي العدسة اللي هي أخت 28300 الصغيرة الجديد بتلاقيها 500 أو 600 نزل منها المارك توب 800 فال 24105 الخط السلفر أو الأحمر رح نحكي عنهم بعدين هي ممتازة جدا بتزبط معاك لكل أنواع التصوير بورتري حفلات طعام منتجات فيديو بتفيدك هاي العدسة فأتوقع هاي ممتازة للجميع إذا بدك تشتريها وغير هيك للسوني والنيكون أتوقع كل واحدة عندهم نفس العدسة بس ما بخلوا نفس الوقر فتلاقيها 28-110 مثلا مشان حقوق الملكية فالمهم إنك تلاقي هذا البعد البوري المتغير من الوايد للنورمال للتليفوتو ممكن بشركة السوني أو بالنيكون أو بالسيجما أو بالكانون